موسيقى السباق الرئاسي الأمريكي عادة ما تحسمه الولايات المتأرجحة تلك الولايات التي لا يعرف من ستنتخب الجمهوريين أو الديمقراطيين عادة ما تبدل مواقفها حسب الأحداث والقضايا التي تستحود على اهتمام الناخب الأمريكي قبل وقت الاقتراع ستة ولايات تشكل عصب الفوز بالانتخابات فاز ترامب بجميعها عام 2016 فلوريدا تعتبر أهم الولايات المتأرجحة بين مرشحي الحزبين تاريخيا ورغم أنها تصنف بولائها للجمهوريين فقد أعطت أصواتها لأوباما خلال فترتين حكمه وتلعب ويسكونسين دورا كبيرا في حسم نتيجة الانتخابات أيضا وفق استطلاع لجامعة ماركت فقد تراجعت نقاط ترامب فيها بنحو عشر نقاط ولاية بنسلفينيا تتمتع بذات الأهمية ففيها نعقد المؤتمر الثاني لكتابة دستور الولايات المتحدة والفائز فيها يرفع أسهمه في دخول البيت الأبيض أما ميتشيغين فهي الولاية التي منحت ترامب أصواتا عام 2016 كانت تذهب على مدى عقود إلى المرشحين الديمقراطيين وتنفق حملة ترامب قدرا هائلا من الجهد والموارد على أمل إبقائها إلى جانبه ولاية نورث كارولاينا عادة ما تتقلب بين الحزبين بحسب المعطيات المحيطة وهي عادة ما تصوت للجمهوريين إلا أنها صوتت في انتخابات 2012 للديمقراطيين لأول مرة في تاريخها أخيرا في ولاية أريزونا حرف الناخبون عن مصار 2016 حين أيدوا الحزب الجمهوري بفارق أربع نقاط إيلين يوسف العربية ترجمة نانسي قنقر